عالمه الذي فرض عليه لا يتعدى حدود هذا السرير لكن عالمه الحقيقي أو الذي فرضه هو على نفسه لا حدود له جميل زغيب طبيب أطفال أصيب بمرض الـ ALS أو التصلب الجانبي الضموري حين كان في السبعة والأربعين أصبه الشلل بداية في يده اليمنى ومن ثم انتشر في جسده ومع كل مرحلة كان يتأقلم ويستمر في معالجة مرضى راح يتأوى الإيد صار يتعلم يكتب بإيد الشمال يكتب الوصفات الطبية بإيد الشمال يعمل الفاكسينات بإيد الشمال ندربة الإجر الثاني صار على العصايا نعلي له إيده ليفحص المريض نهدي له إيده ليعمل الإبرة اليوم أصبه الشلل بالكامل وفقد القدرة على الكلام كما اضطر لوضع جهاز للتنفس ومع ذلك لم يستسلم فبفضل عينيه استمر في التواصل مع أمهات مرضى فرجوا في حصات الدم يعطيوني النتيجة شو العلاجات الشاعة هون في عيون بتلقط ببه العين وبترجع مثل المريه بتعكسون وبيقدر يركز على الحرف وهذا الحرف بينطبع لكن إنجازه الأكبر يكمن في إصداره كتابين بواسطة عينيه الأول حياتي وحكايتي يتحدث فيه عن كيفية مواجهة وتخطي المشاكل وهو كتاب أحدث تغييرا كبيرا لدى الكثيرين الذين أعادوا النظر في مشاكلهم وكتابه الثاني بعنوان نصائح عملية لصحة الأطفال الأول سيترجم إلى العربية والثاني إلى الإنجليزية واللافت أن حفل التوقيع الذي فاق بحضوره كل التوقعات شارك فيه الدكتور جميل وزوجته عبر سكايب أحيطي بكذا رجعت عن حيات لأنه أنا حياتي بالتواصل وضعط وبجوز بأنا بعد حيات الحياة كما يرى الدكتور جميل لا تقص بعدد السنين التي يحياها وإنما بالذكريات التي يتركها نسرين حطوم العربية بيروت نسرين حطوم العربية بيروت